في شهر رمضان تقبل العائلات على محلات وورشات تصليح الأجهزة الكهرومنزلية نظراً لاستعمالها المتواصل طيلة أيام الشهر الفضيلة يكثر استعمال هذه الأدوات بحكم أن تستعمل كثيراً في تحضير جميع الأنواع المأكلات وليغاتو يتعرضون للأعطاب حسن الاستعمال للآلات هذا يعتبر من أفضل وسائل تعصيانا أنا عندي الروبو وعندي الكوكوت جيت الريق لهم عنده وننصحوا كل الأمهات وربات البيت أنهم نقولوا إحنا لا يخدموش بزاف بيهم بش ما يفزدوش خير الدين صاحب محل لتصليح الأجهزة الكهرومنزلية ينتعش نشاط عمله في رمضان بشكل ملحوظ على عكس باقي أيام السنة عندنا إقبال كبير خاص بالآلة العجين والربوات والبرامكسار وحواج الخاصة بالأخر الكوزينيار الخاصة بشهر رمضان لأنه عندها إقبال كبير في البيت يعني يخدموا بها بزاف فيتلقى هم بزاف عندنا ناس يجيبون لنا يريقلوا للحواج يشتوحهم بحكم أنه مغاليين بشتشري بيترا جديدة شريها جديدة غالية يجيبها يريقل لأنه يريقلوها بسعر رمزي نصح للنساء بالنسبة لبيترا أنه يتلقى هم فورسيه بزاف يديروا العجين بزاف خاصة يكملوا في دقيقة يعني خاصة في شهر رمضان يكملوا يديروا الكمية بزاف فالبيترا الداخل كلها هي كلها غروناج يعني كلها في هالي غروناج في هاليباقة ليبقى تصليح الأجهزة الكهرومنزلية في رمضان عادة تحرص عليها العائلة الجزائرية كحل وحيد لأصحاب الدخل الضعيف